كما تواصل وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وقد أصفرت تلك الجهود خلال أسبوع عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد خمسمائة وخمسة وسبعين عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 21 مدرية أمن وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل وسارقة وسلاح ومخدرات وضبط معهم مائتين واثنتين قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 91 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع ستمائة وسبعين قطع السلاح ناري أبرزها إحدى وتسعون بندقية وإحدى وستون بندقية ألية وتسعة وثلاثون مسدسا وأربعمائة وتسعة وسبعون فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة وخمس وسبعون خزينة إضافة لألف واربعمائة وثلاثين قطع السلاح أبيض كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ سلاسمائة واثنين وسبعين ألفا ومائتين وأربعة وسبعين حكما قضائيا من بينهم ألف وثلاثماء وتسعة وستون حكم جناية ومائة واسنان وأربعون ألفا وتسعماء وعشرون حكم حبسا ومائة وسبعين ألفا وستماء وثلاثة وستون حكم غرامة وخمسة وخمسون ألفا وسلاثماء واثنان وعشرون حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط ثلاثة تشكيلات عصابية ضمت أربعة عشر متهما قاموا بارتكاب عشرة حوادث سرقة متنوعة وتم كشف غموض أربعة وستين حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة وضبط مرتكبها بإجمالي مئة وسمانية متهمة وتم إعادة ست عشر سيارة مبلغ بسرقتها وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط ألفين ومائتين وخمس عشر قضية إدجار في المواد المخدرة بإجمالية ألفين واربعمائة وستة وعشرين متهما من بينها ما يزيد على ألف ومائة وسمانين ونصف كيلو جرام من مخدر الحشيش وحوالي ألف وثمانمائة وواحد واربعين كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من مائة وخمسة وثلاثين ونصف كيلو جرام وضبط قرابة ثلاثة وثلاثين ونصف كيلو جرام من مخدر الآيس الشابو إضافة إلى حوالي خمسة وستين كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد أربعة وثلاثين ألفا وثمانمائة وستة وثلاثين قرص مؤسر وسبعة عشر ألفا وثمانمائة وخمسة وستين قرص ترامدول مخدر وعدد ألفين وثلاثين وعشرين قرص كيبتاجون مخدر هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي مائة واربعة وعشرين مليون جنيها كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سلاسة مراكز غير مرخصة لعلاج الإدماء